السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبا قرار من المنظار من اسكندريا. حلقة النهاردة حلقة رقم 15. طبعا انو مش اتبعنا احنا جبنا ربع كيلو ميل اول وننتجهم قدام الكاميرا حلقة بحلقة. وكل حلقة بقول معلومة جديدة. النهاردة احنا الشغالين جبنا الخنافس وطلع معنا الارقاط من الميلورم. الميلورم ده كان معنا من اول حلقتنا كان ربع كيلو. طبعا فيه انتاج اسمه ربع كيلو او كيلو او اي حاجة تشتري من برا ربع كيلو ميلورم. الربع كيلو ده فيه ميزة وفيه عيد. الميزة بتاعته لو واحد مبتدي بحاول لينقل واحدة واحدة. اااااا ااا لو واحد عايز يوم تنتقل واحد. اا اا انا هقولوك على طرق البيع. ااااا ربع كيلو ميلورم خليط. مجزة الارق. تمام? اتشكيلها تشكيلها. طبعا هو. ده كان عمر صغير من شهرين او من ثلاثة كان عمر دلوقتي خلاص فارنا 15 يوم او شهر بالكتير يبقى شرانق حبيتها عليكم النوعية الثانية اسمه ربع كيلو ميلورب عادي بس احنا في المهنة بتاعتنا النوع علي خليط عشان يبقى اعمار مختلفة في بعد كده الشرانق الشرانق بتبقى زي كده بتبقى اسمها ربع كيلو شرانق وده من النوادر لما حد بيبقى ليه ان انت خلاص وصلت لمرحلة الخير الخير ده هيتقلب مع بعضهم خنافس والخنافس هاتبين ده هادر طبعا الخنافس محدش بيبقى نهائي يعني انا لو عندي خنافس انا مش هبقى ليه انا من فاشة دي كنفسة بوجت عندي مضمارش هيبك عندي او بوجت عندي ده الشرانق ويوم لما هيتبقى هيتبقى كده مفرطين يعني الربع كيلو ممكن يكون مثلا اربع خمسة عيال فوق بعض ما نفعش يبقى اعلى بعض حتى في التربية في كمان حيات اسمها قائم القائم ده زي انا هاوريكم منجيب كيلو خنافس كيلو خنافس نكون لسه ايه مجمعهم من نهاردة مع بعض كيلو وزن كيلو بحطهم على العلف زي كده كده دولة خنافس كده تمام؟ بحطهم مع بعض ادام كيلو طالع مع بعض في وقت واحد انا بعمله عملية التجهيز مرة واحدة بحطهم على العلف اسبوع وبعد كده بشير الفرشة اللي تحت منها زي ما احنا عرفين بالغربال زي ما نحمل دلوقتي بيطلع عنده الكمية دي اسمها بيت قائم بيت قائم كيلو اسبوع بيت قائم يعني بصوا بسم الله الرحمن الرحيم انا عمدت بسبعة كده حاول تقرب الكاميرا شوية طبعا هو فيه ماشاء الله كمية كبيرة جدا من الاراقات بس هسبتلوك القاميرا شوية ده ما شاء الله ياراقات كتيرة جدا تمام؟ ده انتاج كيلو خنافس دخل اسبوع كامل تمام؟ وفيه كمان دخل اسبوعين بس هو كل ما عادل يزيد في الخنافش كل ما الانتاج يزيد فده انتاج كيلو فانت هتشترك قائم طبعا القائم ده محشب يبيع على مستوى الجمهورية عشان لسه بديد يعني ايه؟ انا بالنحتي انا بشدع الناس عايز قائم ده اللي بيعته عايز مثلا بيربي خنافس بيربي عصافير بيربي حاجة عايز ياخد سهلة ومع الوقت ومع الوقت يتلع عنه انتاج كمان فالحاجة دي حيتلع عنه مثلا عن قوم مثلا تقليما اقل ما فيها كيلو اقل ما فيها خونس يعني هو اقل ما فيها خونس يعني هو اكتر من كده ممكن احنا نبيع ازاي يعني اه كمان البيت القائم ده لو احنا مثلا ايه اه 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 بسافر اه رايح العريش رايح حتة بعيدة اه اه درخة الحرارة النقة عالية جدا فالشراني حيبوز معاين الميلورم حيبوز معاين انما البيت مش حيبوز معاين او الفأس فحنرجع برضه لما رجوعنا احنا طبعا كن الشراني على التوالي 15 حلقة وكل الحلقة بحطوهم في قلبة احنا هنعمل نفس النظام بس هنغير الفكرة شوية يعني احنا هنوسع كده بس ايه هنجد المصفى بتاعتنا ديت او ديت اي واحد اتعجبو بس البرده في كل حال انا هنقول الفرحات دي دوالة تمام والحركة ديت هنغير الفكرة هنغير الفكرة هنغير الفكرة هنغير الفكرة احتمال يكون في بيت كمان اللي لازم في العلمة من تحت بيت دوت بيت فمحدش يفكر هو مثلا ايه يتحطو بحاجة ولا هو لازم احنا هنحنحنحنحط الخنافس بتاعتنا العادية كده تمام؟ دي الخنافس الاجمالي وبعد كده وبعد كده دي طبعا العلمة هنغير الفكرة هنغير الفكرة وهنرجع الى مربانة زي ما كنا بسم الله الرحمن الرحيم دي علمة رقب واحد احنا سحبناها اول حلقة خالص اول حلقة هنغير الفكرة هنغير الفكرة هنغير الفكرة هنغير الفكرة فالخنافس البيض فأس وطلع ميل ورب والميل ورب وبقى شرنقة يعني الدورة بقى دورة طبعا هنغير الفكرة اول علمة والثاني علمة والثاني عربة اول عربة والخمسة ورقم ستة خبت ستة طبعا هيبقى ايه الفقس بتاحها صغير جدا. وحنسيب العيبة دي. هنحطها لحق اللي جاي. بس انا ايه? هنشوف الفقس اللي فيها. هو الفقس اما شاء الله. هنحطها برضا اتماعها. عشان الادامة بدأ التدري يتحرك كده. واخر عيبة دي للضمان. عشان لو في بيت مفقسي عشان في بيت لازي برضا. هنقطها ايه? هنقطها مع بعض. ده كده جماعة. ده الانتاج بتاعنا الإجمالي خالص بتاع الحلقات كلها. طب احنا عملنا كده ليه? احنا عملنا كده. علشان طبعا خلاص هننفوقهم مع بعض. وهنبتدي نركز معهم في مصدر المياه اللي احنا قلنا عليه مصدر المياه جماعة اللي هو البطاطا. البطاطا دي انا مفروض اجيب المبشرة. واعمل كل قاتل. ومفروض كمان اديب ورق. بسم الله رحمن الرحيم. اديب ورق كتير. ده كان التاريخ بتاعنا. مفروض نقطع حتة بقى ازبادرة خالص. بحيس. هيكل معنا. او نعمل زي ما احنا كل الشغالين. الشغل التاني العادة اشاب برضاك ما هنشل ايه? احنا هنلقبط الناس. طبعا العلف ده كله مش هنحط علف جديد. ظل ام العلف ده كل ما يخلص. تمام? هنقطع كده ايه? طبعا اه في الشتاء مصدر المياه بيتخف. على قد ما نقدر. احنا هنقطع في كل واحدة. زي ما احنا قلنا كده. لغاية كمان. لغاية الربع كيلو ميل ورد. اللي هو. بتتضرب فيه. انما لو عايز انتاجية هتاخد. اهه. يبقى اول مرحلة دي. اتلاقي. يبقى انت بتشاري على طول ايه? اه خوادر. خوادر. يعني لعقات. تشاري على الشغل على طول. او تشاري البيت القائم زي ما احنا قلنا. طبعا الشوفان والباد احنا منحطاها هنا. هنا. علشان هم يبيدوا على ايه? طبعا الاول الدورة دي. يا جماعة حطول معانا. يعني ايه? هي حتبقى اطول من العادي. ليه? ان احنا معانا الكيلو الخليط. الحاجة ذا كده. الدورة بتاعتها هتبقى كويسة. ليه? انت ما عندها اه 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 بيت. ازبوها. يعني هتلاقي واحدة ايه? اخر اخر عمرها. اخر واحدة هتشارنا ازبوها ليه? اللي هم كل دول اخوات. اخوة مع بعضيهم. انما بقى الخليط اللي تبجيب في المراحلة الجاية اللي احنا هنقول عليها. اه الانتاج ربعمائة جرام. اللي احنا هنسميها بعد كده. انتاج اقترابعين. بس لسه اه ايه احنا ما اتكرملةش فيها خالص وما اتكرملةش فتريقة الفندكوش والعادل. في حاجات كثيرة قوي قوي. بس انا مش 가из اختار نتجده كله في حلقة واحدة. احنا زي ما احنا قلنا كده هنبتدي واحدة واحدة وان شاء الله ان شاء الله هنتقابل في الحلقة اللي جاي حناه شهر عمل ما ده هيتشرق ان شاء الله هيتحط هنا اول هيتحط هنا بعد الشهر من دلوقتي هنتقابل وكمان هنسيني وقول كمان المتسابقين معنا. انا كنت قاية في اول حلقتنا كل واحد معنا هنابل مسابقة. وكل واحد فينا اه هنابل القرأة وكل واحد هيتسبة رباة كمان? تمام? في احنا قلنا ان شاء الله الانتاد اللي هيتحتها من هنا كله من هنا دول ان شاء الله دولة ودول ودولة في القافل ان شاء الله هيتلاعه حس Natomiast ستة كمان ان شاء الله كل ان موجود من هنا الستة كمان ودولة هتقسموا عليهم وان شاء الله هتستمزرونا يوم النسبة ان شاء الله احاول ان شاء الله احاول. هنعملها مباشر. ونابزة بس كده يوم 15-4 كل واحد عالتعليق بتاعه انا هقوله يكتب كلمة معينة بحيث لانا اعرف ان ده اللي هو كاتب اسمه فلان وفلان اشان ايه? اللي انا ما عرفكمش انتوا تعرفوني. يعني مثلا استاذ محمد خالد صلحان انا ما عرفوش هو يعرفني. انا عن طريق التعليق中 risque هو اللي انا هعرف ان هو هؤالا فلان فلاني هااخد رقم تلفون وعنوانو هتواصل معا وهو اصحر الحابة ديا عن طريق المشروع هارروح لنوقف هأقول سواق تخو Living conscious involved and multiple trifots is written by the وان شاء الله هبنزونا علي خير للحلقة الجاية. ما تنزوش تف習ين على الحلقات بتاعتنا. الفم. مش هنفرلتقوش لا Research, الحلقيةية تربيزة. تمام؟ حلقات اخرى انا اريد ان تكون متفوقين وان شاء الله تنتجوا كمبيهات رغيبه ان شاء الله بنعمل احنا كده علشان الكيلو بتاع المئة الورد يقل من الثمن علشان في نفس نفسه الشغل في الاعلاق بس الثمن هادي اول فان احنا عايزين كل الشغل بحس نخفض سعر الكيلو علشان في نفسه تاني من نفسه الشغل واشتراك قليل والسلام عليكم